تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بتاريخ الرابع عشر من شباط تقويم غربي السابع والعشرين منه تقويم شرقي بعيد القديس مارون الناسك القديس مارون هو راهب وناسك أرثوذكسي أنعم عليه الرب بشفاء النفس والجسد لم يؤسس المارونية ولم يكن يؤمن بالمشيئة الواحدة كإيمان الموارنة ولم يكن يؤمن بانبثاق الروح القدس من الآب والابن كإيمان الموارنة اليوم بل كان يعتقد بقانون الإيمان النقاوي لم يدعو يوما لأي انشقاق رقد القديس مارون عام 410 أرثوذكسيا لا غش فيه يؤمن بعقائد الكنيسة الأرثوذكسية بينما المارونية لا تؤمن بما آمن ويؤمن به من عقائد رسخة الأباء والقديسون الشهداء المارونية تأسست عام 685 أي بعد رقاده ب275 سنة القديس الباهر مارون الناسك كتب عنه ثيودوريتوس أسقف قرش لم يعرفه شخصيا لكنه عرف تلميذه يعقوب القديس مارون ناسك قرش بامتياز وأبو النساك فيها استقر على رابية كان الوثنيون قد أقاموا عليها هيكلا حول هذا الهيكل إلى كنيسة وابتنى لنفسه منسكا كان يلجأ إليه قليلا فيما جرى على قضاء أيامه بعامة في العراء من عليه الرب الإله بموهبة شفاء المرضى لا أدواء الجسد وحسب بل أدواء النفس أيضا كالبخل والغضب اسم مارون من اللغة السوريانية مشتق من كلمة مار وتعني السيد وبإضافة حرفي واو ونون يأتي الإسم في صيغة التصغير فيصبح معناه السيد الصغير القديس مارون كان أرمي العرق السورياني الإثنية واللغة ومن المؤكد أنه عرف اليونانية وتكلم بها فقد عاش في منطقة جبال قرش التي سادت فيها الثقافة اليونانية وعلى ذلك شواهد أثرية عديدة كما بعث إليه بطريارك القسطنطيني القديس يحنى الذهبي الفن من المنفى بين العامين أربعمائي واحد وأربعمائي وسبعة برسالة كتبت باللغة اليونانية يمتدح فيها ويثني على تقواه وإيمانه وفضيلته قبل رقاده يبدو أن مرضاً بسيطاً انتابه بضعة أيام أودى بحياته على الأثر نشأ نزاع بين القرى بجوار منسكه كل يحاول الاستئثار بجسده ولكن هناك على الحدود بلدة كثيرة الرجال أقبلت بأسرها فبددت الآخرين وانتزعت منهم ذلك الكنزة المرغوبة فيه جداً فتحقق ذلك للقرية الأقوى والتي يخبر التقليد أنها بلدة براد الواقع في الشمال السوري محافظة حلب حيث يقع دريحه المكتشف حديثاً بالإضافة لوجود أثار كنيسة بيزنطية والحقت بكنيسة جوليانوس الموجودة من قبل وقد ضمت رفاته المقدسة القديس مارون لم يؤسس المارونية كما يتوهم البعض عند نهر العاصي بنى الروم ديراً كبيراً على اسم القديس مارون وكان الرهبان هذا الدير من تلامذة مار مارون وأبنائه الروحيين خلق دوني العقيدة وهذا الأمر كلفهم الثمناً باهظاً بتقديم الشهداء من رهبانه على أيدي أشقائهم من السوريان العاقبة المونوفيزيين الذين قتلوا منهم ثلاثمائة وخمسون راهباً وكثيرون غيرهم أيضاً من السوريان الخلق دونيين المستقيمو الرأي الذين يؤمنون بطبيعتين ومشيئتين وذلك في العام خمسمائة وسبعتاش على أيدي سويروس الأنطقي وبطرس القصار وأنصارهم من العاقبة اهتمرون بإكرام القديس العظيم مارون وأعطائه حقه الواجب ففي العام 536 في هذا الامبراطور البزنطي يوستينيانوس الكبير بني دير هام على اسم القديس مارون في أرماناز محافظة إدلب احتل مكان عظيم في سوريا إلى جانب دير مارس معان العمودي وكان الامبراطور ماركيانوس قد أمر في العام 452 بإشادة دير بالقرب من أفاميا محافظة حماه الآن على اسم مار مارون وهناك غالبا أدير أخرى إلا أن أشهرها هو الدير المذكور الذي اختفت أثاره كليا فلا يهتدي الباحثون اليوم إلى أطلاله والجدير بالذكر أن لغة رهبانها كانت اليونانية فالبقعة كانت تنتمي للثقافة اليونانية بعد انتهاء الامبراطور هرقل من حربه مع الفرس سنة 628 وتتوافق في ولاياته الشرقية من أجل أن يروش للتعليم حول المشيئة الواحدة في محاولة منه لإيجاد صيغة اتفاق مشتركة تنهي الخلاف ما بين الخلق دونيين واللا خلق دونيين استقبله في حمص رهبان دير مار مارون عند نهر العاصي سنة 631 بحفاوة بالغة وأيدوه في دعوته فأوقف لديرهم أراض واسعة واعتنق تلامذة مار مارون المذهب الهرتقي القائل بوجود مشيئة واحدة في شخص المسيح هي المشيئة الإلهية فقط عندما احتل العرب سوريا وتأكد لهم أن السوريان ليعاقبة ليسوا من أنصار إمبراطور الروم في القسطنطينية أيدوهم ضد الموارن مؤيدي مجمع خلق دونيا فهرب هؤلاء على فترات متتالية واعتصموا بجبل لبنان في أعاليه الشمالية القريبة من وادي العاصي وبعد صدور قرارات المجمع المسكني السادس ورفض الإمبراطورية الرومية لمذهب القائلين بالمشيئة الواحدة ازداد نزوح الموارن إلى جبال لبنان ومع الزمن ارتبط اسم الموارنة بلبنان بعيد احتلال العرب وسيطرتهم على المشرق المسيحي مرت البطرياركية الأنطقية الأرثوذكسية بفترة عصيبة تمثلت بشغور الكرسي البطرياركي الأنطقي لمدة طويلة فأقام رهبان دير مار مارون أحد رهبانهم المدعو يحن مارون بطرياركا على أنطاقيا سنة 685 فكان الأول في سلسلة بطاركتهم وبداية نشأة المارونية أما الروم الأرثوذكس الأنطقيين فأقاموا ثيوفيلوس بن قنبرة بطرياركا على أنطاقيا وسائر المشرق عندما غزت حملات الصليبيين المشرق وجد فيهم السوريان الموارنة السند الوطيد ضد خصومهم فتحالفوا معهم وأعلنوا خضوعهم التام لكرسي روما وسلطة البابة المطلقة فتخلوا عن بضعة المشيئة الواحدة سنة 1182 وبالمقابل اعتنقوا كاملة تعاليم البابوية مشكلين فرعا من فروع الكاثلكة ومع الزمن تم التقارب التدريجي مع اعتقادات البابوية الكاثوليكية وتقوسها ورغم أن الموارنة يعترفون بالسوريانية كهوية مشرقية وثقافية ولغوية لطائفتهم إلا أن تقوس اللاتين وعاداتهم وممارساتهم تغلغلت كثيرا في المارونية إلى درجة ليتنت تقوسها وفكرها اللهتي وغربانته ومما ساعد على ذلك هو المدرسة اللاهوتية التي أنشئت في روما لتثقيف أبناء الطائفة سنة 1584 القديس مارون هو راهب وناسك أرثوذكسي أنعم عليه الرب بشفاء النفس والجسد لم يؤسس المارونية ولم يكن يؤمن بالمشيئة الواحدة كإيمان الموارنة ولم يكن يؤمن بانبثاق الروح القدس من الآب والابن كإيمان الموارنة اليوم بل كان يعتقد بقانون الإيمان النقاوي لم يدعو يوما لأي انشقاق إلى ذلك ثمت رسالة وجهها القديس يحن الذهبي الفم إلى القديس مارون الكاهن والناسك بين العامين 401 و407 حين كان القديس يحن الذهبي الفم في المنفى قال إننا لمرتبطون معك برباط المحبة والشعور وعليه فإننا نراك كأنك حاضر هنا أمامنا لأن من شأن أعين المحبة أن تكون هكذا فلا المسافة تحجبها ولا الزمان يخمدها وكان بودنا أيضا أن تكون رسائلنا إلى تقوك متواصلة ولكن هذا ليس بالأمر السهل بسبب صعوبة الطريق وقلت سالكيها فعلى قدر استطاعاتنا نشيد نحن بفضلك ونعلن أنك لا تبرح من ذاكرتنا حاملينك في أنفسنا أينما كنا فاشتهد الآن أنت أيضا أنت وافين سريعا جدا بما يتعلق بسلامتك حتى ولو كنا بعيدين بالجسد نواصل التفكير بما يختص بنشاطك فيزداد اطمأناننا ونحصل على الكثير من التعزية ونحن هنا في المنفى لأنه ليس بالقليل السرور الذي يحل بنا لدى سماعنا أخبار سلامتك وقبل كل شيء نطلب إليك أن تصلي لأجلنا لقد أذبلت تلذ ذات الجسد يا مارون وكهناء مصطفى للروح قد ظهرت يا موتى والشيح بالله تبدد الأحزان والعبوس يا شافي الأجسد والنفوس فالمؤمنون يهتفون مكرمين تذكرك الشريف المجد لمن القوة تعطاك المجد لمن قد تواجاك المجد لمن بواسطتك يصنع المجيزات ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر